اصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز الموسيل للدموع الذي اطلقه جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال قمع فعالية رفضا لمخطط التهجير والتوسع الاستيطاني بمسافر يطا جنوبي الخليل وافد منصق لجان الحماية والصمود جنوبي الخليل فؤاد لعمور بان الفعالية اقيمت بمشاركة عشرات المتضامنين واهالي مسافر يطا في منطقة الركيز المؤدية الى المسافر واطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز صوب المشاركين واعتدى عليهم بالضرب والركل وتفريقهم بالقوة يشار الى ان هذه الفعالية تقام بشكل اسبوعي بتنظيم من لجان الحماية والصمود والمؤسسات الفاعلة واهالي مسافر يطا رفضا لقرار محكمة الاحتلال الاسرائيلي اعتبار منطقة المسافر منطقة اطلاق نار وتدريب عسكري بهدف تهجير اكثر من اربع عشر قرية وتجمعا سكانيا فيها يواصل الاسير الفلسطيني خليل عواودي البالغ من العمر اربعين عاما من بلدة اذنى في مدينة الخليل اضربه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع والتسعين على التوالي رفضا لاعتقاله الاداري وكانت سلطات الاحتلال قد اعادت الاسير عواودي قبل عشرة ايام مجددا الى سجن عيادة الرملة رغم وضعه الصحي الخطير جدا وذلك بعد يوم من قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بنقله الى المستشفى بشكل عاجل نظرا لحالته الصحية الحرجة كما ويواصل الاسير الفلسطيني رائد ريان البالغ من العمر 27 عاما من قرية بيت دقو شمال غربي مدينة القدس لليوم التاسع والخمسين على التوالي رفضا لاعتقاله الاداري كما يواصل الاسير ريان اضربه عن الطعام في عزله الانفرادي في سجن عفر ويعاني من الام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه ويشتكي من ارهاق شديد وتقيئ بشكل مستمر ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك يواصل نحو 500 اسير فلسطيني اداري مقاطعتهم لمحكم الاحتلال الاسرائيلي لليوم الخمس والخمسين بعد المئة وعلى التوالي في اطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الاداري وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال ارباكا لدى ادارة سجون الاحتلال وتساهم في تعريف الوفود الاجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الاداري وبالتالي تسلط الضوء عليها ونقلها للعالم وكان الاسرى الفلسطينيون الاداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل باعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل اجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الاداري ركبت سلطات الاحتلال الاسرائيلي زاوية حديدية بجانب الحرم الابراهيمي الشريف بعد الانتهاء من تركيب هيكل المصعد الكهربائي قبل ايام في محيطه لتسهيل اقتحام المستوطنين الاسرائيليين للحرم تجدر الاشارة الى ان قوات الاحتلال واعداد كبيرة من المستوطنين ادخلوا قبل ايام معدات ثقيلة وشاحنات محملة باجزاء المصعد المنوي تركيبه ضمن مخطط استيطاني لتهويده والسيطرة عليه لصالح مشاريعه الاستيطانية حيث قامت بقص درج الحرم الابراهيمي في خطوة تهدف الى تغيير معالم هذا الموروث التاريخي والحضاري المدرج منذ عام 2017 على لائحة التراث العالمي اصيب صيادان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط اطلقتها بحرية الاحتلال الاسرائيلي تجاههما خلال عملهما في بحر شمال قطاع غزة واعتقلت بحرية الاحتلال ستة صيادين فلسطينيين في بحر محافظتي غزة وشمالها يذكر ان البحرية الاسرائيلية اعتقلت العشرات من الصيادين الفلسطينيين في الاوينة الاخيرة وهي تتعمد حرمانهم من الحصول على لقمة عيشهم بامن وسلام كما واطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الصيادين في بحر رفح جنوبي قطاع غزة ولحقت قوات الاحتلال الصيادين مستخدمة خراطيم المياه على بعد ثلاثة اميال بحرية غرب ميناء رفح وأجبرتهم على مغادرة البحر هذا واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مواطنين اثنين بالقرب من السياج الفاصل شرق القطاع دون معرفة هويتهما حتى اللحظة وكانت قد اعتقلت ثلاثة مواطنين شرق محافظة خان يونس أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا عن إطلاق فريق استشاري لخبراء التعليم للمساعدة في ضمان حصول أكثر من 550 ألف طالب من لاجئي فلسطين تقوم الأونروا على خدمتهم على إمكانية الحصول على تعليم جيد وأوضحت الأونروا في بيان صدر عنها أن اللجنة ستتألف من خبراء تعليم معترف بهم عالميا يمثلون مؤسسات مرموقة مثل اليونسكو والبنك الدولي وغيرهم وأشارت الأونروا إلى أنه من خلال العمل بالتنصيق مع كل من المفوض العام للأونروا ونائب المفوض العام ومدير التعليم ستقدم المجموعة الاستشارية التوصيات والمشورة بشأن مجموعة من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية بما في ذلك رقمنة التعليم والمساواة بين الجنسين ونماذج التخطيط التربوي أطلقت عضو الكونغرس الأمريكي رشيد طليب عريضة للتوقيع في الكونغرس تطالب الرئيس جو بايدن بعدم الموافقة على مساعي توتيح للإسرائيليين دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة فيزا وبدأت طليب بجمع تواقع أعضاء الكونغرس على العريضة التي سترفع للرئيس بايدن التي أيضا تطالبه برفض الإجراءات الإسرائيلية التمييزية التي تحد من زيارة الأمريكيين من ذوي الأصول الفلسطينية لموطنهم وتطلب العريضة إدارة بايدن بضمان التمسك بالقانون الأمريكي الذي يحضر على إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة مع استمرارها في التمييز ضد المواطنين الأمريكيين على أساس العرق والأصل القومي والدين والرأي السياسي كما تم توثيقه على نطاق واسع من قبل وزارة الخارجية يشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تقيد قدرة المواطنين الأمريكيين على زيارة أفراد عائلتهم أو العيش أو العمل أو الدراسة أو التدريس أو التطوع أو لم شملهم في الأراضي الفلسطينية عنف كلامي واعتداءات جسدية على الصحفيين والفلسطينيين من قبل نشطاء الجمعيات اليمينية المتطرفة لهافا ولفاميليا كان ذلك أبرز مشهد في مسيرة الأعلام في مدينة القدس المحتلة أمر أثار حفيظة وزراء الحكومة ليخرجوا بتصريحات لأول مرة بهذه الحدة وزير الأمن بن جانس قال إنه سيبحث إمكانية إدراج هذه المنظمات تحت قائمة المنظمات الإرهابية كسار بيتخون، أنا سابقاً جميعاً لأخذوا ولفخون التأقدرات الإرغونين كما الفاميليا ولأواك إرغوني الترور أنا أدعاً שהنصائي הזה نمتع بفتخام شل الإرغونيها بيتخون الشعونين وأنا سمح عليهم شأسوا تبخينها بأفن النكي والطوف بيوتر أنواب العرب من القائمة المشتركة كانوا قد طالبوا مراراً وتكراراً بحظر هذه المنظمات وعلى ضوء الأحدث الأخيرة جدد رئيس القائمة المشتركة إيمان عودي مطالباته من على منبر الكنيست بتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع رأיתי ما עשה לפמיליה ولהווה האמת אני רוצה לקרוא להם להגיע לשם ללא המשטרה ללא הצבא ואני אראה אם יש להם את האומץ להגיע לשוק ליבה בלעמוד ללא המשטרה ובלי הצבא אני רוצה לראות את הגזענים מישי חושבים שהם חזקים לראות כמה שהם מפחדים מפני הצبور بيروشريم המזרחית אנחנו קוראים להוציא את להوفا ואת לפמיליה מחוץ לחוק إدرج هذه المنظمات تحت قائمة الإرهاب قد لا يحد من نشاطها بالضرورة فهناك طرق التفافية كثيرة قد تحول دون ذلك ما يستوجب الدولة وسلطات إنفاذ القانون بمحاربة هذه الأفكار العنصرية وتطبيقها في شتى أشكاله كما يقول المحللون حتى التجارب السابقة في حظر مثل هذه المنظمات لم تفي بالغرض دائما والسبب هو بسيط جدا بأن طريقة الحظر هي تتعلق من هو المحظور عندما يكون الموضوع له علاقة بالعرب والفلسطينيين فأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تتابع ذلك حتى النهاية هذا لو سلمنا بالفعل بأنها تريد أن تقوم بهذا الحظر وبأن أجهزة الأمن الإسرائيلية قررت ذلك ولكن عندما يتعلق الأمر بمنظمات يهودية أو بعصبات تدفيع الثمن أو حتى بشخصيات يهودية متطرفة يكون هناك تساهل وتساهل كبير جدا من قبل كل هذه الجهات ومن قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية هذه المنظمات المتطرفة التي يجتمع على وصفها بالإرهابية كثيرون لا تفوت فرصة للاعتداء على الفلسطينيين والعرب في كل مناسبة وعلى الرغم من المطالبات المتكررة من جهات سياسية وحقوقية بحضر نشاطها ومنعها من التوغل في الشارع إلا أن ذلك قد لا ينجح إذا كانت هذه الإجراءات ستبقى شكلية دون أن تقف من ورائها نوايا جدية باجتثاثها على أرض الواقع لم ينتهي رئيس الحكومة البديل يائير ربيد من إخماد نيران أزمة انهيار الائتلاف بانسحاب غيداء ريناوي زعبي إلا وواجهته أزمة تهديدات قدع ساعر الذي يهدد بالانشقاق إذا لم يمر قانون الطوارئ في المستوطنات والذي بموجبه يتم تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين وعلى أجزاء من المستوطنات لأن هذه الأنظمة أنظمة الطوارئ هي تستمد قوتها وتستمد مصداقيتها إن كلنا ذلك من جوهر الاحتلال وقوانين الاحتلال المختلفة ومن هذا نحن نرفض هذه الأنظمة بالضبط كما نرفض كل الاحتلال برمت سن القانون عام 1967 ويمدد منذ ذلك الحين كل خمس سنوات وينتهي مفعوله الحالي في الثاني والعشرين من حزيران القادم والتصويت عليه أجل للأسبوع القادم بسبب تعذر تجنيد أغلبية في الائتلاف أما المعارضة فقد أعلنت تصويتها ضده كجزء من مساعيها لإسقاط الحكومة فلسطينيا يقرأ القانون على أنه تشريع للاستيطان بمعاملة المستوطنين كجزء من سكان إسرائيل وفي سبيل حل هذه الأزمة تمارس الضغوط على الموحدة لتصويت لصالح التمديد هنا توجد إشكالية أن تضطر أن يضطر حزب عربي بأن يصوت على قانون هو جزء من نظام الأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني وهو إحراج كبير للقائمة الموحدة وإذا صوتت عليه في نهاية المطاف لتفادي هذه الأزمة فهذا سيكون عار جديد كبير على القائمة العربية الموحدة وفي مساعيه لحل هذه الأزمة عقد رئيس الحكومة جلسة مع رؤساء أحزاب الائتلاف وفيها صرح ساعر بصعوبة الاستمرار بهذه الحكومة مع وجود أحزاب تتصرف كما ترغب في إشارة منه إلى القائمة الموحدة وبدى ساعر متجها نحو التصعيد لا نحو الحل وبذلك بات في يده حل هذه الحكومة وبت واضحا أن الشائعات التي تتحدث عن وجود مفاوضة بين الساعر والليكود غير بعيدة عن الواقع نظم المركز العربي للتخطيط البديل يوما دراسيا في مدينة الناصرة بمشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء سلطات محلية ومهنيين وخبراء وتناول المؤتمر بحثا جديدا يتطرق إلى صورة الوضع القائم بما يتعلق في تخطيط وتنظيم البناء في البلدات العربية المؤتمر يعرض طبعا العديد من المعطيات حول الوضع التخطيطي ولكن النقطة الأهم ومنها نستخرج التوصية الأهم وهي أن المواطن العربي عندما يريد أن يبني بايت منذ بداية التخطيط وحتى استصدار الرخصة يستغرق وقت ثماني سنوات والمواطن اليهودي سنتين ونصف وهذا يقول أن على الدولة تجميد كل أوامر الهدم حتى إنهاء التخطيط لأن مسؤولية التخطيط هي مسؤولية الدولة وليس مسؤولية المواطن حسب رأيها هي نقطة جدا مهمة في حديثنا في نضالنا في عملنا في كل الحلقات التي تعمل على بضع التخطيط في البلدات العربية هذا وتؤكد معطيات البحث الجديد أن قضية البناء غير المرخص في البلدات العربية هي نتاج عقبات تفرضها لجان التخطيط والبناء التي تعرقل المصابقة على الخرائط التفصيلية رغم توفر حلول مهانية سرعان ما تسقط في المعايير السياسية للجان التخطيط التي تحاول فرض سيطرة ديمغرافية تمنع تمدد مساحات البلدات العربية هناك تقدم في تخطيط هنا وهناك ولكن السياسة العامة التي تحكم هذه البلاد ترى بالمواطن العربي خطر ديمغرافي ولذلك ترى بتوسع البلدات العربية خطر على الدولة ولذلك تحاول إعاقة هذا ونحن من الجهة المقابلة نحاول نضال من أجل هذا وهذه لعبة توازنات بيننا كمجتمع عربي بشكل عام ومؤسسات بشكل خاص وبين الدولة على هذا الموضوع 66% من البلدات اللي هي مش مرقصة من المباني الصلبة هي موجودة بعشر بلدات عشر بلدات اللي من خمسة بوادي عارة كفر قرع عرعرة أم الفحم وباقة وجد كمان ثلاث بلدات اللي هن بلواء المركز الطيب والطير وقلنصوي وكمان يركا وعسفيا بالشمال عمليا ننفحس إحنا منشوف أنه البيوت اللي مش مرقصة مش زي ما كيف يعني بحاولوا يصوروها أنه بيوت موزع وكل واحد بنى لحاله بمنطقة معينة نحن نحكي على حرات حرات اللي هي بنت بجانب البلدات العربية نتيجة عدم التخطيط نتجة هاي الحرات منشوفها وعمليا عملية التنظيمة هي شغلة مش كثير صعبة زي ما هن بتخيلوا نحن نحكي على تركيز حرات اللي بحالة أنه يعمل خراية مفصلة لهاي البلدات تنحل المشكلة قضية حارقة في صلبها سياسات حكومية تمييزية يدفع أثمانها المواطنون العرب وتقابلها مشاريع مصادرة لا تتوقف وضحيتها الأكبر الأزواج الشابة التي تنعد موافاقها بالزواج وبناء مستقبل تضطر تأجيله إلى أجل غير مسمى ترجمة نانسي ترجمة نانسي قنقر